هذه أسواق الكرك حالها نهارا لا يختلف عنه في المساء تجار يشكون قلة المرة والمتسوقين مع اقتراب عيد الأطحى المبارك اقتربنا منهم لنسأل عن أحوالهم أسواق تراجعت من 80% تراجعت إلى 20% بالنسبة للشراء والبيع والناس محبطة وما فيه لا شراء ولا بيع ومثل منت شايفين عنا محل هايو طويل عريض ولا فيه زبون الوضع الاقتصادي مدمر بالنسبة للأسواق مدمر يعني الواحد كان بدل ما يشتري لبسه كاملة يكسي ابنه على العيد أو للمدرسة صار يكتفي في قطع واحده ويدوب ويدور على أقل الأسعار نظرا للوضع الاقتصادي يؤكد لنا التجار انخفاض نسبة الشراء والبيع عن سنوات ماضية إلى أقل من الربع وأثناء تجولنا التقينا عدد من المواطنين فسألناهم لماذا تعزفون عن الشراء احنا هلما نجي نتسوق كل الأسعار غالية مشتفعة كثير يعني غير عن كل مرة بس بتلف السوق كله علشان تشتري قطعة أو قطعتين ما بتلاقي وكل مش هيك الخامة الكويسة ومش هداك السعر يعني اللي فعلا تقدر انت تشتري إذن هي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسرة الأردنية تدفع المعيل للعدل العشرة قبل إخراج المال من جيبه يقابلها أسعار غير معقولة من تجار يشكون عدم اقتراب الزبائن من أبواب محالهم بين هذين المشهدين ينتظر الأردنيون فرجا سماويا في تحسن معيشتهم